جددت جيبوتي تشبثها الحازم والثابت بالوحدة الترابية للمغرب ودعمها الراصخة لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية بلغ مشترك صدر في أعقاب المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجيبوتي عبر تقنية الفيديو أن جيبوتي شددت على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع والذي يضمن مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمغرب في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية ورحب المغرب بموقف جيبوتي الثابت الذي ساند على الدوام الوحدة الترابية للمملكة وكذا بفتح هذا البلد الشقيق قنصليته العامة بالداخل في فبراير 2020 وبهذه المناسبة وقع السيدان بوريطا وعلي يوسف اتفاقية إطار للتعاون تنص على إنشاء لجنة مختلطة كبيرة تحدد التوجهات التي يجب أن تسمى العلاقات بين البلدين كما وقع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين في مجال التكوين الديبلوماسي من أجل تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال وخالص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الدورة الأولى للجنة التعاون المختلطة المغربية الجيبوتية بالرباط بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك وذلك في موعد يتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر